أولياء الأمور الأعزاء، نحن مقبلون على عام دراسية جديد، وأنصار الشيطان مستعدون هذا العام أكثر من كل عام لبث سمومهم القاتلة بين أبنائنا وبناتنا لتحريفهم عن فطرتهم وعن ديننا وأخلاقنا وجعلهم أدوات لتدمير مجتمعنا، لكننا وإياكم قادرون. بإذن الله تعالى على صد هذه الهجمة الشرسة الخبيثة، ويمكننا أن نحد من هذه الهجمة قبل أن تشتروا دفتراً أو أدوات مدرسية أو حقيبة أو ملابس أو حذاء لأولادكم، تأكدوا من خلوها مما يأتي. 1. عدم وجود العلم الملون؟ طبعاً، هو ليس علماً واحداً بإمكانكم التعرف على أنواعها عن طريق البحث في النت، وعموماً هو علم يتكون من ستة ألوان، البنفسجي ثم الأزرق ثم الأخضر فالأصفر فالبرتقالي فالأحمر. 2. عدم وجود الحروف BTS أو صور أشخاص هذه الفرقة الغنائية الكورية التي تدعم الشواذ ومنتشرة صورهم كثيراً على الدفاتر والسجلات والحقائب. 3. عدم وجود لقطات توحي للمثالية والشذوذ، على سبيل المثال، ولدين أو بنتين، وبينهما قلب أو ما شابه ذلك. 4. صور الشخصيات الكرتونية الداعمة لذلك مثل سبونجبوب وغامبول وغيرها، وشخصيات الأنمي، يمكن معرفتها من خلال البحث. 5. عدم وجود صور فتيات بملابس خليعة أو إطفال بملابس داخلية، لأن ذلك تمهيد لتطبيع الأطفال مع العورات والجنس والتقبل العري. 6. ومن هنا أدعو أصحاب المكتبات، وخصوصاً الكبيرة منها وأصحاب بيع الجملة في مدينة وخارجها، وصولاً إلى المستورد، أدعو كل هؤلاء لأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والشرعية، ويستحضروا وقوفهم بين يدي الله تعالى. 7. فلا يجلبوا هذه الأشياء للمكتبات، وأقول لهم تحملوا مسؤولياتكم أمام ربكم وأمام المجتمع، وتأكدوا من بقاء رزقكم حلالاً، وتأكدوا من وقوفكم في صف الشرف والطهر والأعراف والدين والأخلاق، وأنتم أهل لذلك، وحافظوا بقدر ما تستطيعون على ذلك. ترجمة نانسي قنقر